اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة سيدتي مو هيك طريقة استعمالها هي الفموية هي لا تنتص يعني هلأ إذا جمنا حبة مانا حمل وطحناها وحطيناها شوية مي ولا كريم اللي بدك ياه وجينا قررنا نطبقها ماسك على وشنا هي لا تنتص من هون بدأتروحي عن طريق الجهاز الهضم الدم الكبد بتتم عمليات استقلاب عليها لتاخد بقى الشكل الفعال للمادة الدوائية ممكن حبوب الحبيب الحديد الأخرانية اللي أنا بني ممكن لهم فيه ما ممكن هي تتغذي نفس الآلية نفس الآلية لا بس أما اتفضلي سيدتي لا تعم قول أنه نفس الآلية بدأ امتصاص عمليات امتصاص بالبداية واستقلاب عليها بالكبد لتاخد المادة الدوائية اللي موجودة بالحبة شكل الفعال على الأنسجة الهدفية بالجسم الأنسجة الهدفية اللي هي منعرفها أنه المضيضين والرحم والكبد طبعا أنه منعرف كمان أنه هرمون الاستروجين له كتير علاقة بمادة الكولاجين الموجودة بالبشرة ففي كتير ناس بيسموه هرمون الجمال ويعني بنسمع كتير قصص هلأ فيه شي مترابط بيناتهم بصير فيه نقاء بالبشرة تماماً؟ تماماً تماماً بتلاقيه أوقات كامدة بتعطي هيك نظارة للبشرة هي منشوفها كتير هلأ منشوف شغلة تانية وهي أحد المخاوف اللي بترحوها علينا أنه دكتور أنا بخاف أخد حب مانع طلع لي الشعر وطلع لي حب أكنية حب هون أو بالزنار الكتفي بنقل لهم أنه فقط يكفي تبديل الصنف الحب المانع اللي عم تاخده لصنف تاني أو دواء تاني يلي بتكون فيه نفس المركبات تمام؟ ولكن بمقادير أقل بنقل لأنه تختفي هاي الأعراض المزعجة السبب سيدتي إنه هون عنا نحنا هرمون بروجستيرون إنه قد يعطي تأثير بنقل له أندروجينيك أندروجينيك يعني تأثير شوي مذكر يلي منهن الشعرانية والآكنية بس نغير المادة الدوائية شوي لعيار أقل بتلاقي اختفت هاي القصة دورتم كمان خلينا نحكي عن تأثير الدواء على بعض الأمراض الشائعة مثل الأمراض القلبية داء السكري الأوعية ضغط الدم فيه تأثيرات سلبية بالنسبة للموان السؤال كثير مهم لأنه كثير من نسأل عنه بمعنى حتى فيه مخاوف تمنعهم ياخدوا دواء هرموني من هاي الناحية الذكرتية حضرتك هلأ الحقيقة الأبحاث ما أثبتت أبدا أنه نحن فيه عندنا تأثير على آلية التخسر بالجسم بمعنى تعمل إصابات خثرية بالأطراف أو بالشريان العيني أو أنه تعمل ارتفاع بالضغط الشرياني إلا ببعض الحالات النادرة بعض الحالات النادرة يلي بيكون السبب هو ملحب هو السبب أنه فيه خلل بالآلية الخثرية عند صحبة العلاقة لأنه نحن منعرف شلال تخسر حتى نوصل لخسر الدموية هو شلال طويل عريض بمعنى كذا عامل موجودين فهدول العوامل قد يكون فيه خلل بأحد العوامل الفرعية يلي نحن ما نستقصية بالعادة لأي مريضة فايتة على عيادة إلا إذا هي كانت عم تشتكي والله عم تبقع كتير رجلية بتنزوف بتعمل إسنانة ما بيوقف نسفة بلا 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 هي أصلا تاخد استشارة أمراض دموية أما من ناحية أنه هي تسبب إصابات خسرية وعائية أو شي لا أبدا لا يوجد أي دراسة هل أنه تؤدي لارتفاع الضغط الشرياني ببعض الحالات ببعض الحالات النادرة كمان منلاقي أنه ارتفع عندهم الضغط الشرياني هم منوقف الحب لأنه هن جسمهم مؤهب بالأساس رح يصير عنده المريضات ارتفاع الضغط الشرياني أما من ناحية استقلاب السكريات أنه تؤدي لداء سكري لاحقا على الإطلاق هاي مقولة خاطئة تماما بس إنت بتخاف من البنت أو شي بتقولك أنه دكتور أنه عمل لي سمني أنه السمني رح تعمل لي السكري هلأ أنه هيك يفترض إذا بدون يفكروا أنه هل إذا زاد وزني كليين ثلاثة في حال أنه هذا الدواء الحب المانع أدى لزيادة الوزن عنده هل أنه هذا زيادة الوزن هيك يجب أن يكون طريق التفكير تؤدي للإصابة بالسكري إن إلا لا لأنه أنت تبري حالك ما عم تاختي حب مانع وأكلتي هالشهرين ثلاثة شوي زيادة زاد وزني كليين ثلاثة معناته ما رح يصير عندك سكري بسبب زيادة الوزن ما عم قول أنه يزيد وزن طبعا فأما هو ما لا علاقة على الإطلاق بهيك قصص بالعكس أنا برأيي يكونوا مطمئنين للي ما عنده شوي هالمشاكل اللي ذكرناها شوي أو بعض الأعراض الجانبية اللي مكنت مرؤ معنا هلأ نعم دكتور خلينا نوضح بعض النقاط وهي علاجات مانع الحمل كثير من الأطباء بيلجأ لعلاج مانع الحمل للسيدة اللي عندها ليف كثير من الأطباء بيلجأ وهو يمكن علاج صحيح ولكن خلينا كمان نتطرق عليه ضمن تفسيراتنا للكياس اللي على المبيض أي شيء بجسم المرأة عم يكون علاجه هو مانع الحمل ولكن في هون يعني في أي ولا لا أنه ليف بيتعالج بمانع الحمل لا أبدا الليف ماله علاج بمعنى أنه نعالجه نخلص منه لا بس قد نلجأ لبعض العلاجات ومنه مثل ما ذكرت سيدتي حب المانع يلي هو السيطرة قدر الإمكان أو محاولة السيطرة قدر الإمكان على الأعراض يلي ناتجة عن الورام الليفي أما مو هي العلاج الليف يلي بصير عندها نزف تمشيح تقريبا كل فترة الشهر يلي بصير عندها أوقات بنزل عندها خثرات كتلية كبيرة بتنزل منها هاي بتقول أنه نقول نحن نعطي احتمالية أنه نقدر نسيطر على الأعراض ولو بشكل جزئي أما العلاج الورام الليفي نووي الورام الليفي ما له أي علاج على الإطلاق هو فقط عمل جراحي وقت اللزوم أما في أورام الليفي صغيرة لا بس بخلي العين عليها فقط مراقبة فبذلك من هاي الناحية أما الناحية التانية مثل علاج الأكياس ذكرت يا خضرتك وهي نقطة جدا هامة في أبحاث بتقول أنه هي ما بتفيد البيلز وحبوب منا الحمل بتقول أنه ما بتفيد ولكن أنا برأيي الشخصي أنه نحن الممناطية بهالمقادير يلي متل ما قالنا مقادير مدروسة بدقة شديدة كتير عبر عشرات سنين أنه نحن الغراض نقلد الأيام الدورة الشهرية من حيث التوازن الهرموني فيها بمعنى أنه بلك إذا رجعنا التوازن الهرموني تمام؟ رجعنا التوازن الهرموني أنه يصير مثل أيام الدورة الشهرية بلك هالكيسة يلي هي غالباً بتكون غالبية الكيسات مثل ما نحكي معنا وياكم هي تعبير عن سوق وظيفة بعمل المبيض بلكي أنه رجعت وظيفة المبيض الطبيعية وبالتالي بتتراجع الكيسة أما في أبحاث بتقول هي ما بتفيد تتراجع ولا بتدوب؟ هي المقصود بنتتراجع وأنه يقدر يمتصل المبيض شوي بشوي غير هيك لا ما فيه دكتور يعني نعرف هاي الأدوية توزع مجاناً بالدول الغربية وحتى كانت بفترة معينة بسوريا خلينا نحكي عن استخدار ماتا أي سيدة فيها تروحها سيدلية جيبة ولا لازم يكون في بقصات معينة ودكتورة يوصف لها تماماً لازم يشوفها طبيبة لأنه هلأ ممكن يمرق معنا إذا كان في وقت إنه شو الحالات الممنوعة فيها حب المانع ممنوعة فيها حب المانع هلأ مثلاً إذا وحدة عندها سرطان تسدي لا يمكن نعطيها حب المانع عندها سرطان بيطاني ترحم لا يمكن نعطيها حب المانع عندها التهاب وريد خسري برجلة سابق سواء معزول ولا حملي يعني معزول ما له علاقة بالحمل أصلي ولا صار عندها حملي بسبب الحمل وهذا غالباً منشوفه بفترات أشهر الحمل الأخيرة أو مقبيل الولادة بس فيه من واحد حالات نادرة قليلة كتير الحصن الحظ بيبدأ من أول فترات الحمل مثل هيك حالات نحن ممنوع نعطي فيها حب المانع هلأ إذا بدي أرجع لسؤالك سيدتي أفواً إنه ليش نحن منظل في عنا جانب شوي من خاف منه بالخطورة بحب المانع هلأ لأنه كلمة الدواء هرموني تمام؟ الناس بيقول لك ما بدي ألعب بهرمونات نحن منقول لهم ما عم نلعب بهرموناتكم نحن عم نعطيكم إياها لأسباب مختلفة سواء كانت مثل ما قلت بالمراكز الصحية بتاخدوها وهيك ولكن برجع بقول تحت إشراف طبيب بمعنى من أهم الأمور أنه نشوف وظائف الكبد نطلب فحص ده من شوف وظائف الكبد نشوف طيب فيه استطباب لأله ولا اللبس بس لأنه ونشوفها بنسان فترة الصيف نحن عم نحكي بشكل علمي كتير واضح ونشوفها بفترة الصيف إنه كتير بنات بيجونا أنه دكتور بنا ناخد حب مانع لأنه يؤدي لزيادة احتقام بالثدي مشان الميو بالمسبحة أنه بتطلع منظرها جميل أكتر أوكي من إلا إذا هيك طلبك فليكن أما بس ما بصير تأخذه منها لحالة وخاصة بأكد على موضوع الشغلات اللي إلناها إذا فيه إصابات خسرية أو شيء أو إذا فيه عنا نقطة هامة كتير هون خلل بوظائف الكبد دكتور باقي معنا أقل من دقيقة لكن بس خلينا نفسر المانع الحمل هو نفسه المنظم؟ هون اختلف التسمية هلأ هون إذا بدي استعمله أنا نفس الحب إذا الحب المانع فيني استخدمه كمنظم دورة واحدة دورة مخربطة واحدة عم تيجي عصر الطمس شديدة ألام شديدة واحدة عم يجي النصف طمسي غزير كتير ممكن نستخدم حب المانع وهو طبعا مو بغرض المانع بغرض تنظيم الدورة الشهرية ولكن المنظم هو نفس تركيبة المانع لا فيه منظمات تانية ما لنفس تركيبة المانع بس عم بحكي إذا حب المانع استعملناه كمنظم تقريبا هي الاستطبابات تبايته هلأ فيه نقطة كتير بيخافوا مننا ما بعرف زمانة وقت شي مصدية نقطة كتير بيخافوا مننا مشام موضوعنا الدكتور أنا إذا أخذتها هلأ بس أتجوز بصير عندي عقم لك يا عيني من اللون خلال نحكيها بكل وضوح لك يعني البنات بأوروبا وبأمريكا عايشين على الماء عايشين على البيلز على الحبوب من لأنه كلهم بيكون عندهم علاقات بالهاي سكول بالكولوج تبايتهم وهايك بس كلهم بعدين بيحبلوا والي كانت انقرضت أوروبا وأمريكا فإذا من ناحية موضوع العقم انسوا هذا الموضوع والدليل حكيناه بأول حلقة اللي بتنسى حبة أو تستفرق حبة ممكن تلقط حمل وتكمل بقية الحبات وبيغزي الحمل وبيغزي الحمل فذلك ينسوا هاي الفكرة تمام يعني اليوم موضوعناه كتير مهم وضحنا كتير نقاطة للمشاهدين دكتور أكرم الأحمر نحن كتير بدنا نتشكرك شكرا دائما للمعلومات اللي بتعطينا ياها القيمة أهلا وسهلا مرسي لك شكرا لك ياهلا شكرا لك